شاهدين اتساع صباحا ومجاز لأهم الأنباء مع دينا شرب دينا أهلا بك من جديد شكرا لك جمانة اتساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وقه رئيس عبدالفتاح سيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أرضب القمح المحلي للموسم الزرعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة كذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وصارح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة وشاهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمحة فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كومومبو ووادي الصعيدة وفي اجتماع آخر مع مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل ويعطي دفع قوية للمنظومة الوطنية لتصنيع الزراعي ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية خاصة أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق الدلتاء الجديدة وقد اطلع الرئيس سيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر خاصة ما تم إنجازه من مساحة مزروعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وما كل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة وكذلك السلاسل التجارية المختلفة والمعارض قبل حلول شهر رمضان المبارك بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسعار وخلال اجتماعه مع وزير التموين لمتابعة موقف الأرصد الإستراتيجية من السلع الأساسية والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان المعظم أشهر مدبولي الاستعدادات إقامة معرض أهلا رمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة طالب رئيس الأوكرانية فلودمير زيلينيسكي حلف شمال الأطلسي نيتو بفرض منطقة حضر طيران فوق بلاده معتبرا أن الانتمناء عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف وقال زيلينيسكي بأنه حذر بشكل واضح العام الماضي قادة الناتو من اندلاع الحرب في حال لم تتخذ إجراءات احترازية صارمة حيال روسيا مشيرا إلى أنه سيصر في المحادثات مع روسيا على عقد اجتماع مع رئيس فلودمير بوتين تعقد اليوم جولة مفاوضات جديدة عبر الفيديو كونفرنس بين روسيا وأوكرانيا وأكد ميخايل بودولياك المفاوض وأحد مستشاري الرئيس الأوكرانية فلودمير زيلينيسكي أن هدف الجولة هو عرض خلاصة النتائج الأولية لمباحثات الجانبين مشيرا إلى أن مجموعات العمل تنشط بانتظام وأن عددا كبيرا من المشاكل يتطلب اهتماما دائما ومن جانبه قال ليونيد سراتيسكي أحد أعضاء الوفد الروسية إن المفاوضات تحرز تقدما مشيرا إلى أن هذا التقدم سيؤدي قريبا جدا إلى موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائقي لتوقيعها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أسوأ سيناريو في مدينة ماريبول لجنوب شرق أوكرانيا في حال لم يتم التواصل بشكل عاجل إلى اتفاق إنسانية وأكدت اللجنة في بيان استعدادها لتكون وسيطا محايدا لتسهيل الحوار بين الطرفين بشأن هذه المسائل الإنسانية وأوضح البيان أن المعاناة الإنسانية هائلة مشيرا إلى أن السكان بمن فيهم العاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرغمون على الاختباء في ملاجئ تحت الأرض بدون تدفئة ويتعين عليهم مجازفة بحياتهم للخروج لوقت قصير جدا من أجل الحصول على طعام ومياه يلتق اليوم في العاصمة الإيطالية روما مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان مع كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيجيسي وأوضح بيان صادرة متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أميلي هورن أن اللقاء سيتناول الجهود الجارية للتعامل مع الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي وكانت بكين أكدت الأسبوع الماضي بأن صداقتها مع روسيا لا تزال صلبة وعربت عن استعدادها للقيام بوساطة تساهم في وضع حد للحرب أعلنت مؤسسة حياة كريمة تواصل توزيع صندوق المواد الغذائية لليوم الثالث على التوالي بمراكز محافظة الغربية والكرة التابعة وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن قوافل المواد الغذائية تشمل عدد 200 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في جميع مراكز المحافظة نهاية مجزءات ساعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر